موسيقى اليوم بدي أحكي كيف بدنا نعمل أداة وسائل فنية مخصصة باستخدام برنامج الكوريل درو في حلقة من الحلقات حكينا كيف نعمل هذا الاشي بحيث إحنا نرسم شكل ونوزع عليه أشكال معينة موجودة في برنامج الكوريل لان أحد الأخوة سألني سؤال إنه كيف نقدر نرسم إحنا تصميم ونخليه توزع على شكل معين فمثل ما شايفين إحنا هون أنا رسمت أشكال في هيك علم فلسطين ومربع بألوان علم فلسطين وكلمة فلسطين أرضنا مثلا وبيدي إياها تسير وسيلة فنية خلينا نشوف مع بعض كيف بدنا نعمل هذه الوسيلة بفتح ملف فاضي وبرسم فيه العناصر اللي أنا بدي إياها وهون بدنا نلاحظ شغلة مهمة كل عنصر بدي إياها يظهر مستقل لازم أعمله جروب فهون لو نلاحظ أنا برسم هاي الكتلة وبعملها جروب مع بعض هاي الكلمة طبعا الكلمة مش شرط أعملها جروب لأنها أصلا هي كتلة واحدة وهذا الشكل مع الأشياء اللي حواليه بعملها جروب وهاي كلمة أرضنا بخليها لحالها الآن أنا ليش هيك مرتبهم جنب بعض برتبهم عشان أشوف يعني تناسك أحجامهم مع بعض الآن بعد ما أنا أخزنهم بعد ما أرسمهم باجي بخزن الملف مثلا باسم هيك بالفلاكز أنا مسميه بخزنه ملف كوريل درو وهو cdr هاي مثل ما شايفين هوا نحنا cdr وين أنا مخزنه هذا الملف خزنته عندي في على الديسكتوب بعد هيك بسكر الكوريل هاي هاي مهمة الحركة بعد ما أصمم بسكر الكوريل وباجي محل ما أنا خزنت الملف هايو بالفلاكز بعمله كوبي وين بروح بنسخه بروح على السي وبروح على المنطقة اللي موجود فيها اللي نازل فيها برنامج الكوريل أنا عندي هون على بروجرام فايلز كوريل شوفوا بدخل على كوريل هون خلينا ننتبه هون بدنا نروح كوريل درو جرافيكس سوت اكس سيفن مثلا انا اللي عندي حاليا بدخل عليها هون بدور على فولدر اسمه درو اللي هو الرسومات درو الرسم بضغط عليه هون في عندي فولدر اسمه كاستام ميديا ستروكس اللي هي يعني خطوط الوسائط المخصصة فبضغط ضبل كليك عليها بلقى هون الفولدرات اللي هي الكاتيجوريز الموجودة عندي اللي هي فود وميسك وفوتو برينت فهاي لكل واحدة منها في فولدر انا وين هذا الشكل اللي رسمته المخصص بدي اياه يظهر بدي اياه مثلا يظهر في اوبجيكتس فبضغط ضبل كليك على اوبجيكتس وباجي هون بعمل بيست الان لما اعمل بيست بتظهر لي هاي الرسالة انه انت بدك بيرمشن عشان تعمل بيست هون ليش لاني انا على السي وعلى برامج الملفات فيعني بخافوا انه يكون مش الاد من اللي بشتغل فانت اضغط كونتينيو فبنلاحظ انه الملف صار عندي هون موجود الان برجع بشغل الكوري لدرو بفتح ملف جديد الان لو اجي هون استخدم الارتستيك ميديا تول واروح هون على اوبجيكتس مثلا هاي هون اوبجيكتس واجي افتح القائمة فبلاحظ انه صار في عندي هايها اللي هي اللي انا رسمتها بضغط عليها بختارها وباجي برسم اي شكل فبلاحظ انه تعبى بالاشكال اللي انا رسمتها وهون بقدر اعملها تخصيص زي ما بعمل تخصيص لاي اشي جاهز في الكوري لدرو شوفوا هيك مثلا بعملها تخصيص وكل الاتريبيوتس بتكون شغالة عليها طبعا الهدف انه احنا طفينا البرنامج وشغلنا انه يرجع يحمل اللايبراريز الموجودة يرجع يحمل المحتويات تبعات ملف الابجيكتس عشان يرجع يتعرف عليها شغلة اخيرة مهمة لما نصمم الاشكال نحاول ما نصمم الشكل يكون فيه باوري كليب اللي هو تضمين صورة في داخل شكل لانه ما بتعرفش عليها اذا كانت هاي حلقة سريعة حكيانا فيها كيف احنا نخصص وسيلة فنية نصممها احنا وتصير جزء من برنامج الكوري لدرو وتاخذ كل الخصائص اللي موجودة في البرنامج شكرا لكم بتمنى تكونوا استفدتم شكرا موسيقى ترجمة نانسي قنقر